حالة لجنة وزارية مختلطة تجمع بين المالية والسياحة وإطرات ديوان الوطني للحج والعمرة برئاسة المفتش العام لوزارة الشؤون الدينية بالمملكة العربية السعودية لاختيار إقامة الحجاج الجزائريين لموسم الحج 2015 الوجنة وفي اجتماعها فتحت الأثرفة الخاصة بالمناقصة لأصحاب الفنادق وشركات الحج قصد اختياري ووضع السعر التقاربي واختيار الفنادق التي تريق بكرمة الحاج الجزائريين وهذا من خلال تطبيق تعليمات وتوصيات الوزير الأول عبد المالك سلال والتي تنص على وضع حد للتلاعبات بالحجاج الجزائريين من خلال اختيار فنادق بالمركزية وإلا يتعدى عدد الحجاج بالغرفة الواحدة خمسة حجاج وأن تكون مساحة الحاج الواحد بالغرفة أربعة أمتر